دارة الصحة النفسية المجتمعية لها برامج متعددة لو تكلمنا عن مجموعة من البرامج هذه في عنا برامج استهدف فئات مختلفة عنا برامج استهدف أطفال، برامج استهدف نساء خرجين كبار السن وحتى نوعية البرامج كمان متنوعة حسب الفئة اللي بتشكلها طبعاً المؤسسات أو المجتمع المحلي في عنا برامجين بيستهدف الأطفال سواء كان في داخل مراكزنا أو من خلال مراكز المجتمع المحلي وبتكلم مراكز المجتمع المحلي مش بس خانيونس بتكلم عن خمس مراكز للصحة النفسية اثنين رئيسيين اللي هما في خانيونس وفي غزة وثلاث فروع في المناطق اللي هو رفاح والوسطى والشمال بداية احنا مجموعة من المتدربين تبعيل جمعية الهلال الأحمر في دائرة الصحة النفسية خضنا عدة لقاءات في البرنامج هذا بيحمل كثير من العنوين من ضمنها الإسعاف النفسي الأولي ومن ضمنها إدارة الإجهاد والحماية ووقت الطوارئ عندنا برنامج الكبك البرنامج الكبك اللي هو بيستهدف الأطفال المهمشين في المناطق ذات النساع المسلح يعني نتكلم عن المناطق الحدودية وليش تكلمنا لسه منها الكبك لأنه هو بس بيخضع للأطفال اللي هما الخامس والسادس بيركز أكثر على المناطق ذات النساع المسلح إحنا طبعاً استفدنا من مشروع التدريب تبع الخرجين وقت الأزمات والطوارئ إن إحنا كيف نتعامل مع حلات أثناء الحدث وبعد الحدث التداخلات الأولية إن إحنا كيف وقت الحدث أثناء الأزمة كيف نتعامل مع الفئات المستهدفة من الناس النازحين وبعد الحدث إن إحنا بعد ما تخلص مثل الأزمة والحرب كيف نقدم أنشط الدعم نفسي عشان نطلع الناس من الصدمة التي تعرضوا إليها طبعاً عشان هنا بلعبوني حاجات كثير حلوة أنا بحب ألعب بالجمعية أكثر من الشارع والمدرسة لما أخلص بروح أتضبح حلوة مبسوطة كلهم على عملهم الطيب وبعبيرهم معاملة الصحة وبلعبونا وبخلينا نطير زهقنا يعني إحنا نلعب إذا ما أنا بيجي على الجمعية بأنسى كل حاجة صارت معي في البيت أو مغير البيت في الشارع أو مغير الشارع باجع جمعية الفخير عشان نلعب ونمرح وننسى كل اللي بتصيرها في قطع غز من حصار وقصف وضمار وأنا بشكر جمعيتي الهلال الأحمر بتقدم هذا النشاط في جمعية الفخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر